ولا شك أن تساهل الناس في التصوير في الحقيقة ظاهرة حتى في المسجد النبوي حتى في المسجد النبوي الخطيب يخطب سيلفي ما يسمع من الخطبة شي لا يكذبون أيضا في التصوير لو سمحت صورني كذب ما يدعو لكن إذا عاد إلى أندونيسيا يصور يبروزها ويضعها في المجلس وهو واقف عند المسجد النبوي يدعو وأنا أقول للناس هذا حرام وأنا أقول لهم حتى في دروسي في المسجد النبوي هب أن عشرة في المئة فقط هو الاحتمال أنه حرام عشرة في المئة فقط أنت أتيت إلى المدينة لتعرض نفسك للآثام أو لتطلب الأجر أنت جئت لتطلب الأجر هب أن قولي إن الراجح إنه محرم ضعيف لكن مهما يكون فيه احتمال أنه الحرام كيف تدخل نفسك في الاحتمال في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في المسجد الحرام ثم أيضاً هو يحرم من وجه آخر وهو الرياء كان السلف يتخفون بأعمالهم الصالحة حتى في الخشوع كان الإمام أحمد إذا حدث الناس فأحس أنه بدأ يخشع وضع يده على أنفه وقال ما أقبح الزكام يعني كأن هذا الذي حصل في صوته إنما من الزكام وربما قام من المجلس ودخل بيته السلف كانوا يتخفون بأعمالهم الصالحة ما أمكن وأن تكذب وتسوي نفسك تدعو وتأتي أيضاً وتعرضها أمام الناس لا شك أن هذه الظاهرة ينبغي على طلاب العلم أن يعالجوها بالحكمة وبالأسلوب المقنع وبالأدلة